معاول هدم فعلا النظام الدكتاتوري السابق الحمد لله الوزير ام الصحفي ام الانسان بالنسبة لك اغطار ما تشاي انا كله بالنسبة لي اتشرف دي هنتكلم سياسة و هنتكلم صحافة و هنتكلم اعلام بس نبتدي من نقطة مهمة جدا كنا نتكلم دلوقتي على ملف سيناء ملف سيناء يعني مفتوح على مصرعي اصابع كثيرة تعبث في سيناء اصابع خارجية و اصابع داخلية وبدأنا نسمع عن الجماعات التكفيرية الجهادية التي تريد ان تأخذ مقاليد وزمام الامور بين ايديها وتقرر كيفية العدوان او التحرش على الحدود المصرية طبقا لما يرونهم وايضا اسرائيل واعلانها عن ان هناك تحركات على الحدود وحجج ويعني تلكيك اسرائيلية من اللي احنا عارفينها ونسمع ان هناك من يريد ان يجعل من سيناء امارة اسلامية ونرى الاعلام السوداء فوق امارة فوق مدرية امن العريش اشياء مثيرة للغضب الشديد والخوف على سيناء هل لنا الحق ان نقلق؟ جدا جدا كلمة خطيرة اول كلمة عن الوزير جدا اقولك ارجعي بورا شوية كده اي لحوالي 8-9 سنوات ايام حدثت طابة ودي كانت البداية العملية للتعامل الخاطئ مع ملف سيناء اي انه حصل فيه تفجير قدام فندق فندق الشهير هناك في طابة وحصل فيه ضحايا وحياة كتير جدا فجنة جنون الامن المصري فبدأت الشرطة تتعامل مع الموضوع بغض النظر عن الطبيعة السينوية الموجودة سيناء دي مجموعة قبائل فيها قبائل رئيسية وقبائل فرعية بتتدرك في طبيعتها ومناخ يعني فيه صفات عامة لبدو سيناء انما فيه صفات بتتميز بها كل قبيلة الوحدة بغض النظر عن ده فيه قدسية لشيخ القبيلة شيخ القبيلة ده اهم شخصية موجودة هناك وله كل الاحترام والتقدير يعني من كل اعضاء القبيلة فابتدى يتقال ان فيه بدو مشتركين في هذه العملية فابتدوا يجروا يروحوا يجيبوا الناس من جوه القبيلة دون حتى استئذان لشيخ القبيلة او التعامل بالشكل الطبيعي اللي كان بيتم معا واصبح من اللحظة دي ابتدى يحصل فيه جرح بين بدو سيناء وبين السلطة المصرية بشكل عام لازم نحط ده في الاعتبار لما ابتدى يتباين ده مثل تخوين لا كراهية كراهية اه اقدروا لي كراهية مع الوقت ابتدى بدل ما الادارة المصرية تعود الى رجدها في التعامل مع ملف سيناء باعتباره ملف امن قوم يعني ده ملف يستمر رقم واحد في الامن القوم انما استمرت على ضلاطها القديم وكان الشرطة تحاول تباين انها بتعمل حاجات كتير جدا فكان لجأت حتى في التوقيد عملوا قرار كده ده مخفيف قال لك انه اي جراج في قتيل لازم تنزلي فتسيب رخصك وانت رحت ده في اي قتيل في مصر فطبعا التعليق البسيط جدا اللي اي واحد عنده اعرف بقى امن يعني هو الارهابي ده مش اهبل عشان يدوله الرخصة الاصلية ما ممكن يضرب له رخصة يخش بيها برضو وبالتالي احنا بنتعامل واحنا مغمين عينينا يعني مش عايزين نفع لازم نتعامل واحنا فاهمين المسألة لازم نرجع نتعامل مع السينويين باعتبارهم افراد مواطنين مصريين كامل الاهلي بغير هذا الاتجاه لا يمكن تقدر تتعاملي مع ملف السينوي المهم فيه جراح لازم تندمل وانتعامل معه اللي بيحصل دلوقتي ده لو تلاحظي بعد الفترة اللي انا بكلمك عليها دي ابتدأ التوتر يبان في سينة ابتدأ فيه تفجيرات تانية حصل فيه تفجيرين في شرم الشيخ حصل فيه تفجير في دهب حصل فيه مشاكل كتير والعريش وابتدأ نعمل تبوه كده بنصنع اله جبل الحلال دول الارهابيين بيستخبوا جواه ده كان بيديك احساس انه ما فيش امن خالص في هذه المنطقة والمنطقة دي اللي بتدخلك الدهب بتاع السياحة اللي موجود في شرم الشيخ تحديدا صحيح وجزء كمان بالمناسبة كان جزء تاريخي حصل بين شمال سينة وجنوب سينة انه البادو بتوع شمال سينة كانوا بيشتغلوا في الزراعة الزراعة ضربت عندهم فابتدوا يفتقروا جنوب سينة كانوا فقراء جدا السياحة حسنت حوالهم جدا وبالتالي ابتدى ينقل بالأوضاع فيه غيرة شخصية بين الجانبين انما في النهاية هم كلهم مصريين فانا مريش دعا بالمسألة دي لازم اتعامل معاها بشكل طبيعي المهم انه مع استمراء الأوضاع دخلنا في اللي احنا فيه دلوقتي شكرا للمشاهدة